درجات حرارة حول معدلاتها وتقص بارد بوجه عام واحتمال زخاتنا الأمطار على شمال المملكة وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أحزائنا متابعين تقص العرب أصحب الله مساءكم نلمتوقع بمشيئة الله أن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام في عطلة نهاية هذا الأسبوع وكما نشاهد هنا من خراء الدرجات الحرارة تبقى الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة في ساعات النهار خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع وأيضا من المتوقع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات مختلفة تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة أما فيما يخص هذه الليلة فمن المتوقع بمشيئة الله أن تكون الأجواء باردة بشكل لافت في معظم مناطق المملكة هناك فرصة لزخاتنا الأمطار في أقصى شمال المملكة أيضا ومن المتوقع أن تزداد نسبة الرطوبة وتشكب الضباب في البادية الشرقية والسهول أما فيما يخص العاصمة عمان فأجواء غالبا غائمة درجات الحرارة تصل إلى ثلاث درجات مئوية وسرعة أغياح تصل إلى سبع كيلومترات في الساعة وخلال الثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان ويوم متفرقة خلال الثلاثة أيام القادمة درجات الحرارة تتراوح نهارا ما بين 11 إلى 10 درجات وليلا تبقى درجة الحرارة عند 6 درجات مئوية خلال الثلاثة أيام القادمة أما فيما يخص يوم الغد ونبدأها شمالا من إربد فدرجات الحرارة 15 نهارا 9 ليلا في المفرق من 13 إلى 4 درجات جرش 15 إلى 7 درجات وفي عجلون من 13 إلى 8 درجات مئوية عمان من 11 إلى 6 درجات في الزرقاء من 14 إلى 6 درجات في البلقاء من 11 إلى 6 درجات مادبة 10 درجات إلى 5 درجات وفي البحر الميت من 19 إلى 14 درجة مئوية في الكرك 11 إلى 5 درجات في الطفيلة من 10 إلى 5 درجات في معان من 12 إلى 3 درجات وفي جبال الشراء من 7 درجات إلى درجتين وفي العقبة من 19 إلى 10 درجات مئوية في المناطق الشرقية رويشد من 14 إلى 5 درجات الصفاوي من 14 إلى 4 درجات وفي الأزرق من 15 إلى 4 درجات مئوية نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة في حال أردتم أن مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقصي العرب تمتم في أمان الله اشتركوا في القناة